موسيقى شهد المصر من الشام بالنسبة لما اسألت الوقت عامل ولا دارس معهد متوسط صحي حاليا عامل نعم بالنسبة لما اسألت الوقت وقت بس تعقيبا قبل ما يبدأ سؤاله نقول معهد متوسط صحي قسم صيدة لي وحاليا عامل انا بقول كلمة يمكن ان ينزعجوا مني كان اي واقع مع الاسف تركيا قاتلت العلماء تركيا قاتلت العلماء الغربة مع علماء علماء السوريين ان كان فيه العلوم الكونية او ان كان فيه العلوم الدينية المعامل المليئة بالاطباء بالمهندسين بالصيادلة بحاملين ادب عربي حامل ادب في منهم ماجستير هم يشتغلوا بالمعامل عمال واحد بيحشي مخدات والتاني بيزبت النعال والتالت متر ايش حتى لو عدلوا شهادتهم وتعدلت مع الصعوبة البالغة ما في وظيفة تليق بها ليس فقط الاشكال في اللغة هناك اشكالات اخرى مع الاسف يعني بينما مع الاسف هذا مقارنة بسيطة بينما المتعلمين اللي خرجوا الى اوروبا عم يستفيدوا منهم عم يفتحوا لهم مجال تعلم لغات وتعلم كذا ومتابعة الدراسة في دراسات العليا اذا معهم لصنص او متابعة الليصنص المقطعين او كذا وبيرجعوا بيشتغلوا في مجالهم كل واحد بيشوف شو بيسموه يعني ورقته او شو بيسموه السي في تبعه او كذا شوفوا شو هو شو درجته حتى بيوظفوه بوظيفة مناسبة فمع الاسف يعني فضل هي بس تعقيب فضل بالنسبة لمسألة الوقت اللي هو الرأس المال المتناقص غير زايد لأي إنسان بنقرأ احنا بالأمور التاريخية بنقارن بين أهل الأول وأهل الحاضر بنلاقي انه رغم الوسائل البسيطة جدا اللي عندهم انتجوا اللي احنا مؤدرانين في الوسائل متطورة عنا ننتجوا مع انه خلينا نحكي من ناحية شرعية في عنا مسألة ضبط الوقت اللي ذكر الناس سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا فنلاقي المسلمين بنلاقي المسلمين مفرطين كتير في الوقت ممكن يكون بسبب الشخص نفسه ممكن يكون إنه ما في حدا يخطط له في كلمة سمعتها من حضرتكم من حوالي العشر سنوات في كلمة التي سمعت الشيخ كان يقولها كتير إنه يا ابني احنا بعصر سرعة نعم يعني هاي بلاقيها عند الغربيين لها أبعاد كتيرة يعني شاهدت فيلم وسائقي أو مقطع من فيلم معين اجتماع وزاري فما في داعي أنا أروح لقاعة الاجتماعات عبساوي الاجتماعات عن طريق الشاشة أو الان لاين اجتماع وزاري اجتماع وزاري طبعا هوا فيلم وسائقي أو فيلم أنا عجبتني الفكرة هاي إنه إحنا حتى في الاستفادة البسيطة من الوقت ما في يعني حتى بعلاقاتنا الاجتماعية الوقت مستفيد أنا كطالب علم يعني أنا هلأ مساعد مساعد سيدلاني اتخرجت المعرض الصحي وبيدي أدرس شريعة فأنا عندي عوائق كثيرة منها الوقت منها المال منها يعني للأسف ما عب لاي طريقة يعني خطط لنفسي فيها حتى لاي واحد يخطط لي لأنك في تركيا بشكل عام بشكل عام طبعا يعني أنت ذكرت المشكلة وجاوبت عليها الله يزيك الخير ما عد في داعي حكي أنا المشكلة في الوقت عدم اغتنام الوقت المشغلات كثيرة اليوم المشغلات كثيرة يعني الواتس أب لحاله يضيع لك يمكن إذا بتحسي بالدقائق الواتس أب اللي بتعد عليها يوميا بالكلام اللي بلا طعمه ما عم نتكلم بالتجارة أو بالعمل أو بالشغل أو بصليت الرحيم لا لا الواتس أب اللي بلا طعمه يعني الضحك والكركرة والمزح وتبعات هدو صباح الخير ومساء الخير ومدري إيش اللي بيمسكوها الختائرة وبيشغلونا فيها لو أنت يعني فقط شفت قديش بتضيع بالواتس أب استبدلت الواتس أب بقراءة صفحة في كتاب أو على نفس الموبايل بدل ما تفتح واتس أب بدل ما تحط على إشارة الواتس أو رمز الواتس تحط على الجوجل كتاب معين وأنت فاتحه ما حمله عند منك على الموبايل وقت الغداء تغديت عندك ساعة تغديت بربع ساعة وثلتة ربع ساعة قراءة تقرأ لك عشرين ثلاثين أربعين صفحة حسب الكتاب ومستوى الكتاب وحسب يعني المادة فنحن مشكلتنا مشكلة عندنا في الحقيقة كمخطط صح الإنسان لازم يكون وراه مرشد وموجه يذكره لكن في حال مثلا أنت كنت أنت طالب جامعي ومتخرج من الجامعة وأنت كذا أنت يعني تعرف قيمة هذه الأمور حتى ما لست بحاجة إلى مرشد يدلك على أن الوقت يجب أن تستثمره بكذا وكذا هذا من أقوله للناس العوامل لكن إذا إنسان متعلم وخريج جامعي هو يدرك هذه الأمور لكن هي تحتاج إلى إرادة يعني أنت عندك إرادة تستغل وقتك أم لا عندك إرادة في واحد بيقول لي أنا حزفت الوطس ليش؟ بيقول لي عم يضيع لي وقته لا كمان هذا غلط أنت انقطعت عن الناس لا تحزي في الوطس ولا تغرق في الوطس خليه للأمور المهمة الضرورية تمام؟ ف... يعني بالعكس هو آلة حسنة جدا لنشر الدعوة لنشر الهداية لنشر الثقافة لنشر العلم صح؟ وسيلة عظيمة جدا فما نضيع الوسيلة بين أيدينا لرعونة في أنفسنا يعني لا أنت كن يعني كن على إرادة جازمة أنا بدي أشتغل وحط أنت خطة إليك أنا بدي إقرأ كل يوم صفحتين من كتاب مثلا أنا كل يوم بدي إقرأ كذا أنا كل يوم بدي إفعل كذا يعني عمي البرنامج لنفسك تنظيم لوقتك بيصير في عندك أفق أوسع وبتشوف بوقت قليل سبحان الله قطعت مسافات طويلة جدا وأنت لا تدري ما لك شاعر يعني في إنجازات كبيرة لو حطيت خطة لمدة سنة واحدة كم سنة صلك في تركيا؟ ثلاث سنوات لو حطيت خلي أول سنة خربطة وكذا لو حطيت أنت مخطط لمدة سنة هلا من الآن حط مخطط دت سنة حط كتب معينة بدك تقرأها محاضرات معينة بدك تسمعها كورسات معينة بدك تتابعة في أي مجال دين ودنيا تجد في النهاية أنه بآخر السنة حط كل يوم ورد الورد ليس فقط الله 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 ورد الزكر هذا ورد زكر في ورد قراءة في ورد رياضة في ورد مع زوجتك هاي معنى أن أعطي كل الذي حق حقه في ورد كذا في ورد كذا هذه الأوراة ما بيصير تنقطع عنها فعمل هالبرنامج أنت وضبط نفسك في هذا البرنامج بيخرج منك خير كثير أما تتركها على السبحانية كما بيسموها وبيقولوها يلا على التيسير لا 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 ما في شيء على التيسير ما في شيء على التيسير في شيء اسمه تنظيم وضبط على ما بتصير حياتي مملة لا حط برنامج ترفيه كل يوم إن شاء الله يكون كل يوم أنا عندي ربع ساعة اتفرج على فيديوهات بقع الضوء مثلا يعني لا أضحك مثلا يعني طبعا مو كلها صالحة بس يعني عم نحكيها بشكل عام على ياسر العظمي مثلا يا الله بيسمعها شوي لا بس لا مثلا لك عادة الإمام بختلفنا بس يكون دي المواضيع بس المواضيع يعني اللي بس بترفيه النفس ما في مشكلة روحوا القلوب ساعة فساعة فإن القلوب إذا كلت عميات ريح ريح غير حط حتى هذا البرنامج حطه ضمن البرنامج التسقيفي والتعليمي والبنائي لنفسك اللي أنت بدك حطه البرنامج حطه ضمن البرنامج ممكن أنك أنت أو واحد بيحب كرة القدم يحط له عشر داية أربع ساعة نصصاعة حسب كل يوم يومين يتفرج على مباراة مثلا واحد بيحب مثلا عن الطبيعة والكذا تفرج واحد بيحب الاكتشافات العلمية ومدري إيش وتحت البحار وفوق البحار وتحت الأنهار مهلا المهم أنت شوف كيف أنت عندك شيء ترويح عن نفس حطه يوميا حطه ضمن البرنامج حتى يكون أنت متوازن نحن مشكلتنا أنه عنا تطرف يعني يا بيمسك الدين مع تفلته يا بيمسك الدنيا مع تفلتها يا أخي الله يرضى عليك تمسك الدنيا مع تفلتها ضاع دينك تمسك الدين مع تفلته وبتمل آه وبتترك الدين كله بعدين ما في حديث أن الله لا يمل حتى تملوا سددوا وقاربوا ما هي يعني فإذا القضية قضية أنت تضبط نفسك ببرنامج ضبط نفسك ببرنامج بصير في خير حط برنامج وضبط نفسك وخلي برنامج متنوع غني في دين ودنيا وفي ترويح عن النفس وفي كل شيء تمشي بتستقيم إن شاء الله حتى الله يبعط لك صيدة ليا بتخلص من المعامل اشتركوا في القناة Şuревall اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة